نستكمل نهاردة مادة الكوارث البيئية لأسركة الثانية لبلومة إدارة الأزمات إدارة الكوارث الطبيعية أول خطوة عنها الشروع في إدارة الكارثة إن العملية الطبيعية لإدارة الكارثة عادة ما تبدأ بعد حصول كارثة كبيرة زي حروب زلازل فيضانات وعصير وهذه الكارثة تعمل كمحفظ لاتخاذ إجراءات احتياطية تتضمن واحد سنة كوانين والسياسات إن سنة كوانين والسياسات عادة ما تكون منتخصص الحكومة في أي دولة من الدول ويتم تحديد المسئوليات المختلفة للمعينين بإدارة الكوارث والسلطات المختلفة تميز السياسات والسياسات والكوانين عادة بأنها استراتيجية بطبيعتها تعتمد على تحقيق أهداف طويلة الأمد تحدد المسئوليات المختلفة للوصول للغاية والأهداف يمكن أن يوصي بممارسة معينة أو محددة يمكن أن تحدد معايير محددة لاتخاذ القرارات أهمية هذه السياسات والكوانين تكمل فيه تحقيق أهداف مشتركة تجعل الأعمال والتصرفات قانونية وتحمي متخذيها من المسائلة تضمن تنفيذ الممارسات والمسئوليات المختلفة ومن غير هذه القوانين والسياسات يكون هناك ضعف في التنفيذ والتنصيق وتضارب فيه التوجيهات وضعف فيه النتائج بل أحيانا النتائج سلبية عند وضع السياسات والكوانين ويجب الأخذ في بعين الاعتبار حقوق الشخصية للأفراد ثقافات المجتمعات والعادات والتقاليد طبيعة المخاطر كوانين أخرى موجودة لها علاقة بالأمر مبادئ إدارة الكوارث المجالات المطلوبة وضع الكوانين والسياسات لها في مجال إدارة الأزمات هي واحد أهداف إدارة الكوارث علاقتها بالتنمية المستدامة مسؤولية وصلاحيات المنظمات والمؤسسات المختلفة الهيكل التنظيمي الموارد الاقتصادية والتكاليف المالية العلاقة مع المنظمات غير الحكومية وكذلك المنظمات الدورية والعلاقة مع الدول المجتمعات الأخرى خطة الثانية هي تعليق المهمة عند وضع خطة الطوارئ يجب تحديد المهمة وتحديد الأهداف في مجالات خطة الطوارئ كما يمكن الاستفادة من الاحتمالات والتوصيات السابقة في وضع هداف الخطة الاستراتيجية ثالث خطوة عندها تشكيل فريق العمل إن تشكيل فريق العمل في غاية الأهمية للخطة الاستراتيجية ويجب الأجزب عين الاعتبار عند اختيار فريق العمل مالي اختيار الأعضاء ممن سيكون لهم دور في تنفيذ الخطة الاستراتيجية اختيار من لهم دراية بإدارة الكوارث والاطلاع بالمسئوليات المختلفة يجب أن يكونوا من ذوي المراكز وأصحاب القرار ويمكنهم أن يكونوا بتطبيق الخطة على منظماتهم يجب أن يضموا ممثلي من كل منظمة أو مؤسسة لها علاقة بإدارة الكارثة رقم أربعة الخطوة الرابعة شرح المسئوليات والإمكانيات وتحليل الموارد يجب التأكد من أن هناك شرحا وافيا لكل جهة حكومية أو مؤسسة أو منظمة في حال حصول كارثة وكذلك مسئولية كل فرض في المنظمة في التعامل معها وبين المهم جدا أن تتطبق المهامات والمسئوليات لكل فرض في أي منظمة مع مسئوليات ومهامات وفي عملها اليومي بقدر الإمكان وعند التحدث عن المسئوليات من المهم أن يتم تحديد وتحليل إمكانيات المؤسسة المعينة ويتم ذلك بالنظر في الأمور التالية وحتى حصر الموارد المختلفة ومقصود بالموارد هنا أي شيء ذات قيمة في عملية الكوارث وهذا يشمل الطاقم البشري والتدريب والأجهزة والإمكانيات والموارد الاقتصادية ومن المهم جدا تحديد الموارد المتوفرة والموارد غير المتوفرة حتى يتم تأمينها عبر المؤسسة المعينة وأن تقييم الموارد من الأمور المهمة خاصة عند اللجوء لطلب المساعدة الخارجية من خارج المنظمة أو من خارج الدولة تحديد تحديد القدرات ومدى توفر الموارد والمعنى بذلك النظر ما إذا كانت الموارد اللازمة لتقوم بالمهمة والمسئوليات الواقعة تحت إطارها متوفرة وكذلك مدى قدرة الدولة على العمل والتعامل مع الكوارث بشكل تلقائي وباستقلالية ثلاثة تسخير الموارد والمعنى بذلك القدرة على تسخير الموارد بسرعة فائقة في حالات الكوارث وجود نظام تفعيل هذه الموارد والاستمرارية في توفيرها خطوة ثانية المخاطر المحتملة والأخطار التي قد تنتج عنها تبدأ الخطوة الثانية بجمع المعلومات عن الخطر المحتمل وإعداد الخرائط المساعدة في تحديد الخطر وذلك لتحديد أماكن وحجم الأخطار ومن ثم يتم إجراء دراسات لتقييم قابلية الإصابة للإمسان أو ممتلكاتهم بالإضافة إلى تقدير وتقييم الإمكانيات والمصادر المحلية الهدف من ذلك هو التعرف على استراتيجية التعامل مع الكوارث وكايفية الخروب منها بأسرع وقت ممكن وبأفضل طريقة ممكنة وكذلك استراتيجية الوقاية من المخاطر والكوارث وتطلب ذلك تحديد المخاطر وعاملها وأنواعها تحديد المشاكل المحتلمة لكل حالة من حالات التورق تحديد الأسباب تطوير استراتيجية الوقاية الخطوة الثالثة وتحديد مستويات الأخطار التي يمكن تقبلها وإحتمالها إن المعلومات المتوفرة التي يتم تجميعها في المرحلة السنة يجب أن تعرض على صانيع القرار بشكل مناسب وذلك يتمكنهم من اتخاذ إجراءات تنفيذية مناسبة وفق أولويات وطنية ومراحل تنفيذ واضحة الخطوة الرابعة خطط الجاهزية وتشمل هذه الخطوة على خطط يجب تنفيذها على المدى القريب مثل تحضير المسؤولين على مختلف المستويات للتعامل مع التوارث زي تشكيل لجان حملات توعية تدريب وغيرها وأخرى على المدى البعيد مثلا في حالة الزلازل كاعتماد المواصفات الزلزالية وضع سياسة لاستخدامات الأراضي وتأهير المباني القائم الخطوة الخامسة فحص الخطة لفحص الخطة والتأكد من الجاهزية لا بد من إجراء مناورات أو سيناريوهات وهمية لكوارث محتملة وذلك لحماية الخطة من اللامبالاة والتدخلات السياسية التي يمكن أن تظهر في فترات الهدوء بين الكوارث الخطوة السادسة العبرة المستفادة إن جمع المعلومات حول التغيرات اللازمة في الجاهزة يجب أن تمر بشكل راجع ومن خلال مرحلة مناسبة في عملية التخطيط الحركي وهنا يعني أن نستفيد من حوادث سابقة مماثلة ويمكن الرجوع من الخطوة السادسة إلى الخطوة الثانية والوصول إلى الهدف المورجو وهذا طلب تنفيذ الخطة لاستعانى بعدد كبير من قطاعات الشعب وهذا يعني ضرورة إعدادهم وإعداد المؤسسات التي سيعملون من خلالها بشكل مصبك أي قبل حصول الكارثة في أي خطة أو برنامج لم يظهر لمحاكاة المواطن العادي والمقتص والمسؤول سيؤدي إلى فشل كل أو جئي في تنفيذ الخطط